نريد أن نفتكر مع بعض كده ونراجع البراسمباسوميوماتيك اللي هي أدوية اللي بتشغالي البراسمباساتيك سيستم عايزكم تعرفوا برضو في الأول أن الدواء الممثل للمجموعة دي اسمه الاسيطية الكولين وعايزكم تعرفوا برضو قبل ما ندخل في التفاصيل أن الدواء ده بيتكسر بين زائم اسمه الكولينيستيريز وعند نوعين من الكولينيستيريز زي ما قدامنا كده تروه كولينيستيريز وصوده كولينيستيريز حلو حلو طيب مش عايز ندخل في التفاصيل المقارنة بينهم دلوقتي اللي همني أنك تعرف عندي دواء ممثل للبراسمباسوميوماتيك اسمه العسيطية الكوليني والإنزيم اللي بيكسروا اسمه اسمه الكولينيستيريز ليه بقول لك الكلام ده بقول لك الكلام ده عشان لما أقول لك إيه هي التأسيمة بتاعت الباراسمباسوميوماتيك هنقسمهم إلى دايريكت وإيه وإن دايريكت طيب إيه الفرق بين الديريكت والإن دايريكت ايه بحالك الكلام ده بقى سهل لك بالنسبة لك دايريكت يعني واحد يحدик في مساك في الريسيبتور على طول ويديني 밋ئيت tiếp طيب يعني إيهarf هنديريكت هنديريكت يعني الدواء في روح يمنع الإنزيم اللي بيكسر الس شاعة الكوليني يعني الدواء يدمها الانزيم اللي هو هنديريكت الريفيرزابل familia. لو تفتكروا في شابتر المسكولسكليتيا الامة اما الريفيرزابل علينا شرحهم في هاي pass up former السئلة المهمة اللي هخليكوا تركزوا عليها ان شاء الله الريفيرزاب والإن دايركت اكتنج كولينو مايميتك او بارس انباسو مايميتك اسموهم ايه اسموهم الارجانو فوسفرس كومباوند وهنشرحهم مع بعض التفاصيل دلوقتي حلو حلو دي كده مقدمة سريعة عن البرس انباسو مايميتك طيب تعالوا بقى ندخل في التفاصيل عايزين نعرف ايه عايزين نعرف اه الكينيتك بتاعت كل دواء يعني كل دواء بيمتص ازاي وبيتكسر ازاي وهل اصلا بيتكسر ولا لا حلو حلو آآ كلي Deeوا بيحب يشتغل على انهي ريسبتور ما احنا عارفين الا الريسبتور بتاعت البرس انباساتيك filازي المجموعة تركزي سمعت لليية كوننا بنقسمه الى ماسكارينك ونيكوتينيك كل دواء بيحب يشتغل على انهي الريسبتور على ماسكارينك ولا على النيك أو اتنيه طيب كل دواء بيحب يشتغل على انهي اورجان حلو واستخدامات كل دواء والعراض الجانبية اللي هي السايد افكت وفي الاخره الموانع الاستخدامات اللي هي الكونترا انديكيشن حلو حلو طيب في الاول كده انتم متعودين ان احنا بنشرح عن طريق ترتيب معين فاحفظوا معي الترتيب بتاع الأدوية دي احنا هنشرح الدايريكت بارا سنباس ومي ميتك طيب تعفزوا الترتيب بتاعنا اللي هم هنبدأ ستايل كوليم وميسا كوليم كاربا كول وبيسا نيكول اخر حاجة البايلو كاربي يبا لما اقول لك مين هم الدايريكت بارا سنباس ومي ميتك استايل كوليم ميسا كوليم كاربا كول بيسا نيكول وبايلو ايه وبايلو كاربي تحفظوا معي بالترتيب لان الترتيب مهم وهنعرف اللي دلوقتي طيب تعال بان نرجع لموضوعنا طيب كل دوة ايه الكينيتك بتاعت كل دوة اول اتنين ما بيحصل لهمش ابزوبشن اورالي ما بيحصل لهمش ابزوبشن من ايه من اي اي تي ما بيحصل لهمش ابزوبشن من الجي اي تي اخر تلاتة اللي هم الكاربا كول والبيسا نيكول والبيلو كاربين بيحصل لهم كومبليت ابزوبشن من الجي اي تي بيحصل لهم كومبليت ابزوبشن من ايه من الجي اي تي طيب تعال نشوف بيتكسروا ازاي وهل اصلا بيتكسروا ولا لا الاستايل كولين بيتكسروا لتلك بالانزيم اللي اسمه كولين استريز وبالنوعين بتوع الانزيم اللي هم الترو والسودو يبا بتكسر بنوعين الانزيم اللي هو الثروب иниزوليد وستودو ده بالنسبة للأسطيل الكولين من ثانى بيتكسر بالكولينيستريز الثانى دواء اللي هو الميزا كولين يبقى الاول والثانى بيتكسره بس الاول بيتكسر بين الانزيم اما الثانى بيتكسر بالتروه حلو حلو اخر ثلاث ادوية ما بيتكسره اللي هم القربقول والبيسانيقول والبيلوكاربين ما بيتكسروش بالكولينستريس حلو حلو تعني ادخل بقى كل دوة بيحب يشتغل على انهيرزبتور احنا اتفقنا فيه ماسكارينيك وفيه نيكوتينيك الاسطيل كولين اللي هو الممثل للمجموعة دي بيشتغل عليه على الماسكارينيك والنيكوتينيك بيشتغلي على الماسكارينيك والنيكوتينيك حلو حلو طيب من تاني بيشتغلي على الماسكارينيك والنيكوتينيك الكارباكول يبقى الأول والثالث بيشتغلوا على المسكرينيك والنيكوتينيك هنحفظوه ازاي؟ بصوا لو تاخدوا بالكوا بيبيد الحرف الـ E وبعده C وهنا الـ C يشتغل عليه السكرينيكوتينيك وتاني حرف الـ C وC يريد الحرف عن الـ C الـ C يريد الحرف عن كارباكول بيت الأدوية اللي هي الميساكولين البيسانيكول والبيلوكاربين بيشتغلوا على المسكرينيك على المسكرينيك بس حلو حلو الكلام ده مهم يا جماعة بالله عليكم والكارباكول والمسكرينيك ونوكوتينيك أما الثلاث أدوال بقينوا يشتغلوا على المسكرينيك بس كنا برضو عايزين نعرف كل دو بحب يشتغل على أنه أورجا كل دو هل سيليكتف ولا لا أستايل كولينيك بحب يشتغل على أي حاجة يلاقيه قدامه يشتغله يشتغل عليه علشان كده لما أقول لك هل سيليكتيف دي هتقول للي أنه سيليكتيف دي ميسا كولينيك الميسا كولين ده بتاع الهارت بتاع lakh بحب que travaill على الهارت أو السي في اس تمام تمام طيب الدوه الثالث اللي هو الكرباكول قلبيسانيكول بحب يشتغل على النورجا الكرباكول البسانيكول بحب يشتغل على يبقى الكرباكول والبيسا نيكول بحبه 3 أورجان I و JT و يوريناري بلاذر البايلو كاربين اللي هو آخر ده و معنا بيشتغل على ال I و السيكريشن ونفهم الكلام ده مع بعض يبقى بلعليكم الاسطيل كولين بيشتغل على أي أورجان الميسا كولين اللي هو الثاني ده بيشتغل عليه على الهارت طيب التالت والرابع I و JT و يوريناري بلاذر آخر واحد ال I و السيكريشن طيب ليه بقولك الكلام ده عشر لما نقولك إيه هي استخدامات الميسا كولين لما نقولك إيه هي استخدامات الميسا كولين اللي هو ثاني ده و هتقل لي الميسا كولين بيحبي يشتغل على الهارت طيب ينفع استخدمه اه ينفع استخدمه لو حد عنده تاكي كاردية ليه لأنه هيقلل لي وظائف القلب و هيعمل لي بريديكاردية هيرجع الهارت اليقيت إليه إلى النورمة و بستخدمه برضه في حاجة اسمها preached learning heavcular disease ده مرض كده بييجي في اليهود اسمه ريفاكولاريسة. ابارة عن الرئيس في الأوعية الدموية. الأوعية الدموية بتعفل. طب احنا عارفين ان الباراسمباس المويميتك بتوسع لي الأوعية الدموية بتعمل لي خصوصا الميساكولين اللي بحب الكاردافاسكولار سيستم والهايرد. اللي بحب ليه الكاردافاسكولار سيستم والهرض. حلو حلو. ندخل على الدواء التالت. قلت لكم الدواء التالت اللي هو الكاربا كول بحب يشتغل على تلات اماكن. الAI والجي اي تي واليوريناري بلدر ممكن استخدمه في ايه ممكن استخدمه اول حاجة بخصوص الاي او حتى عنده جولوكومة اللي هي المية الزرعة يعني المية الزرعة يعني التفاع في ضغط العين طيب استخدم البارس مباس وميميتك او الكربا كله لان البارس مباس وميميتك بتقلل لي ضغط العين ازاي عن طريق انها بتشغل لي الام ثلاثة ريسبتور اللي بيعمل لي كونستريكشن فهيزود الاوت فلو او هيتخلص مين او هيزود الصرف بتاع الايه بتاع الاكوس هيومر هيزود الصرف بتاع الايه الاكوس هيومر يعني هيتخلص لي من الاكوس هيومر عشان كده باستخدمه في الجولوكوما تاني استخدام للكرباكول باستخدمه في البراليتك اليس الناس بعد العملات يا جماعة بعد العملات الجراحية بيحصل لها ريلاكسيشن في الاسموس مصري ما بتتحركش ما بيحصلش كونتراكشن فبديهم ادوية تساعد نهاية الخفاية تذبط لها نهاية 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 الخفاية تندريض ja teas خصين 300 على تدريض تعديلين منه ההساسية ثم يتصبح يوفات ان Algar تحديد يومي مؤسسة بالعرفية فتح في الماكسة الآخرية فético نعمل فهيضح في المدني في الجنة عندما يكون حاليا على التدريع برضو البيسانيكول بحب ال-I и GIT ولونر البلدر يبقى استخداماته نفس استخدامات الكرباكل حلو حلو طيب بالنسبة للبيلوكاربين بتاع ال-I والسكريشان البيلوكاربين بتاع ال-I والسكريشان إحنا كده لما نيجي نسأل أو بنشرح ال-Action بتاعت البيلوكاربين بنسميه S-S-E-E بنسميه S-S-E-E يعني S-S ال-S الأولى يعني بيشتغل على السويت والاس التانية عالساليفري جلانت طيب ويه ايه الاولى يعني ايه وايه التانية يعني الاكسوكرين جيلانت طيب معنى ايه الكلام ده اول اس يعني بشتغل على السودجلانت يعني هيزود للسكريشن يعني بستخدمه لو حد عنده ففر يعني لو حد عنده ايه ففر ليه لانه هيعمللي اللي بسميها بسميها 지افوراتيك طيب الاس التانية ساليفري هيزود للساليفري سيكريشن عشان كده بستخدمه لو حد عنده زيرو ستوميا يعني زيرو ستوميا يعني عنده جفاف في الموس عنده جفاف فين في الموس بيعمل لسياء الوجوك يعني بزود للساليفيشن لو حد عنده ايه زيرو ستوميا قلتلك اس اس اي اي ايه الاولى يعني اي ويعني اي اي يعني هستخدمه في حالة الجولوكومة لو حد عنده زيادة في ضغط العين وخلاص فهمناها لانها ادوية البارزم باس ومهمتك بتقلل لضغط العين عن طريق انها بتزود الاوتفلو اكواس هيومر بتتخلصت من الايه من الاكواس هيومر برضو في حاجات زيادة بنزودها في البايلو كاربين بي يعني بروموشن بي يعني ايه بروموشن هير جروس يعني بيزود لي الجروس بتاع الهير لانه بيعمل لي فوزو دايلاتيشن فيزود لي الدم او هزود لي الغيزة بتاع الشعر عشان كده الناس اللي عندهم قلوبشة وعندهم صلع ممكن استخدامهم ليه البايلو كاربين وفي استخدامين وده ما عدناش بنستخدمهم اللي هو حاجة اسمها القد ادهيجن بين الايرس واللينس مش عايز كون تفهموها وكنت رأيكة المدريس افتر فاندس اكزامينيجن برضو عشان برضو الناس اللي عايزة تفهمها لكو ما فيش مشاكل الكلام ده معنى ايه لو حد عنده يا جماعة ادهيجن بين الايرس واللينس يعني مسكين في بعض انا بفك الادهيجن ده ازاي دلوقتي بقى في العملات الحديثة عملات سهلة ما فيش مشكلة اما زمان كنا بندي دوة يعمل لي حاجة اسمها كونستريكشن وبعد ما ادي الدوة اللي بيعمل لي كونستريكشن قدي دوة يعمل لي دايلاتيشن او مدريس يعني كأني بشد انا بشد وحد تاني بشد مرة اعمل ميوزس اللي هو كونستريكشن ومرة اعمل مدريس مرة اعمل ميوز ومرة اعمل مدريس ده بفكلي ايه بفكلي الادهيجن بس الكلام ده ما عادش بيحصل طبعا حلو حلو تبقى ايه هي الكنتر اينديكيشن او مانع الاستخدام بتاع الخمس هدوية دول الهدوية دي ممنوع هستخدمها في ABCD ABCD اول ايه معانا يعني انجينا لو حد عنده زبحة صدرية طيب ليه هفاهمك ليه في الاخر بس احفظ لي ABCD وهفاهمك ليه اول ايه في الانجينا الناس اللي عندهم زبحة ايه زبحة صدرية وB يعني بيبتك ألسر وحفاهمك ليه برضو والB اللي بعد كده يعني برونكيا الازمة الناس اللي عندهم رابو والC سيروتوكسيكوزيس السيرو ايه السيروتوكسيكوزيس والD يعني بعمل لي دايلاتيشن والدايلاتيشن هيعمل لي هايبوتينشن ده ABCD اللي هي موانع الاستخدام طب بقى تعالوا نفهم ايه يعني ايه يعني انجينا بي طب ليه ما بنوقف الزبحة الصدرية لان في الزبحة الصدرية محتاج اوصل الدم للهارد محتاج اوصل ليه الدم لانك لو استخدمت الادوية دي هيحصل لي دي كريز في الكوروناري بلادفلو هيحصل ليه دي كريز في الكوروناري بلادفلو فينفعشي استخدمهم طيب ليه ممنوع في البيبتك ألسر في الكرحة لان احنا عارفين لو استخدمت الادوية اللي بتشغال البورسي بساتك هتشغال لي ام واحد وام واحد لما يشتغل هيزود لي الـ HCL سيكريجان. وانا مش عايز ده يحصل في الكرحة. طيب ليه ممنوعين في البرونكيا الازمة? لان في البرونكيا الازمة البوراسنباسوميتك بتعمل لي برونكوس بازم. فتعمل لي ايه? هتسوأ لي الحالة. طيب ليه ممنوعين في السيروتوكسيكوزيس? ببساطة لان مريض السيروتوكسيكوزيس او الناس اللي عندهم الغدة بيبقى عندهم عرض اسمه الشغل بتاع الهارت بتاعهم بيبقى زيادة. انضربات قلبهم تبقى ايه? زيادة. طيب. ده معناه ان البوراسنباسوميتك لو استخدمتها هتزود لي الهارت ريت. اه طبعا هتعمل لي اتريال فيبريليشن. يبقى ممنوع استخدم الادوية دي في السيروتوكسيكوزيس عشان هتعمل لي اتريال فيبريليشن. وممنوع طبعا في الناس اللي عندهم هاي بوتيجان عشان بيعمل لي فازو تيلاتيشن. فهيقل لي الضغط. طبعا بسهولة جدا بتاعتهم. بيزودولي السوائل بيزودولي السوائل يعني هيعملولي ديارية. يبقى سويت. هيزود السويت وهيزود الساليفوريسيكريشن. وهيعمل لي ايه? ديارية. الكلام ده كله احنا بنطلعه من الريسيبتر. انت لو حافز الريسيبتر كويس ولتركوا تركزوا على الحسة دي. هتطلع كل حاجة. هتطلع على اكشان. هتطلع على الكونتر ايديكيشن. هتطلع على الصيد فيك. وممكن برضو اطلع على الاستخدامات. ما فيش ايه? ما فيش اي مشاكل. بس احنا بنرجع مع بعض. آآ يبقى بيزودوا السوائل وبيعللوا ايه? بيعللوا. يعني هيعملولي. وهيعللولي الايه? الضغط. هيعملوا هايبو. ده بسرعة كده. البورا سنباسو ما يمتك. احفظوهم معي بنفس الطريقة دي. ولو حد فيه ما فيش حاجة فهمها. ايه قولي. ايه يا رب اه انا قلت اعرض لكم الكلام. مع الشرح. عشان في ناس الريكورد آآ مع يعني مع عرفش ما مشيش معاها. وفي نفس الوقت مش عارفة اعمل الفيديو. ولانه بياخد مني وقت طويل. بس ان شاء الله ده ان شاء الله ده يسهل عليكم. الريكورد اللي بعد كده والفيديو اللي بعد كده اشرح لكم الورجان فوسولس موضوع مهم جدا طبعا. ربنا معاكم.